السلام عليكم ازايكو يا حباب قلبي عاملين ايه يا رب كلكو تكونوا في احسن حال فيديو النهاردة هيكون فيديو بجد كده اكتر من راقة فيديو النهاردة هتشوفوا شقة سيدة ام لطفلين بجد بجد عايز اقول لكم ان الشقة ما شاء الله عليها ما شاء الله اللهم بارك تحس كده كأنها شقة عروسة هتشوفوا افكار حلوة جدا جدا لاختياركو وازواءكو والوانكو الجميلة اللي انتو نفسكو تحققوها في قلب البيت عندكم فيديو النهاردة هيكون فيديو حلوة جدا هتاخد منه افكار كثيرة لو انت عروسة او ست بيت بتجدد في بيتك هتاخد افكار حلوة جدا جدا من فيديو النهاردة قبل ما تكمل الفيديو بتنسوش تحطوا لايك للفيديو وكمان لو انت او مرة بتشوف القناة بتاعتي من خلال الفيديو ده يساعدني وجودك معايا يا غالية واشترك في القناة وفعالي زرار الجرس على الكل اهم حاجة بعد ما تعمل اشتراك علشان يوصل للكل جديد مني وعايزة بقى بصوا ففجروا زرار اللايكات وكمان مستنيها كومنتاتكم الجميلة الحلوة اللي بتفرحني اول حاجة كده ده المطبخ بتاعها المطبخ بتاعها طبعا مطبخ امريكاني او امريكان فزي ما انتو شايفين عاملاه باللون الابيض والجلد بصوا اه هي مدخلة فيه الجلد وساعد بتغير في الجلد بتاعه بتحط فيه اللون السيلفر او الرصاصي فزي ما انتو شايفين اه يعني ده كبه كنوع من الذكورات غيرت اللون الفضي وحطت كده الكوفي عملته باللون الدهبي ازي عملته باللون الدهبي لو تلاحظوا كده هتلاقوا على الموجات او على الحاجات اللي هي حطة فيها الكوفي كلها حطة فيها الاستيكر واخدين بالكم الاستيكر ها الاستيكر اللي هو الدهبي يعارفينه بيتباع على فكرة المتر مش غالي ممكن المتر يكون عامل خمسة جنيه ده بتكلم بمصري في الدول العربية والله ما عارفها يكون عامل كام بس اكيد اسأل عليه ولو انتو عندك الموجات او التقومة اللي هي بتاعت زي ما انتو شايفين التقومة اللي هي الابيض دي تقدري ميكنتي تنظم فيها وتزبطي فيها الالوان اللي انتو حبها شوفوا بقا هي الكات الاول كان لونها بالسيلفر اغير كل عاماته شالت المقبض اللي هو السيلفر ده وحطت مكانه المقبض اللي هو باللون الجلد او باللون الدهبي طبعا اختلف تماما تماما والشكل اختلف معاه تماما انا بجد مبسوطة قوي وفرحانة اني بشوف سيدات كتيرا جدا بتحب ان هي تغير او تنظم من حياتها ولكن مش هقولك باقل التكاليف لأ لاني طبعا الفيديو اللي معانا ده فيديو لسيدة اجنبية فطبعا طبعا هما بيكون عندهم التكاليف حالية فبالتالي تقريبا مش بيكون فارق معهم حتة المادة شوية ولكن يعني انا اتكلمت كتير في الحتة دي هنا الاول ده كان كوفي برضو عاملا باللون السلفر او باللون الفضي فعشان كيه باقولكم ان كنتوا ممكن تقدري تغيري او تجددي في حاجاتك او في بيتك والله العظيم بقى اقل حاجة يعني بس المهم انك انت انت اللي تكوني راضية انت اللي تكوني راضية عن الحاجة اللي انت عاملها ايان يكن بقى هي غالية رخيصة شكلها ايه او مشكلها ايه اهم حاجة انت اللي تكوني ايه معجبة بيها او يكون انت اللي فرحانة بيها عشان انت اللي قاعدة في البيت. فهمين قصد ايه? طبعا ده شكل الكوفي كده زي ما انتم شايفين. يعني ده من باب التغيير آآ بتوريكه في التغيير لما بتغير بتعمل ايه? وطبعا بعد التغيير الحلو اللي هي غيرته ده. طبعا عملت كانت مفروض ان هي بتشغل مكانة القهوة يعني. وبتوريكه آآ هي شغلتها ازاي? وحطت النكهة بتاعتها اللي هي حطتها. عايز اقول لك يا غالية لو انت وصلتي لحداية هنا من الفيديو. ولسه ما حطتيش اللايك? حط اللايك. اخدوا بالكو هنا شالت اللون الدهبي وحطت اللون الكاشمير او اللون البينك الفاتح معا شوية ظهور برضو باللون البينك عملوا لها شكل تاني برضو. فمن قصدي ده اللي انا اقصد عليك انت تقدري يعني تزبطي الدنيا بحياتك انت. هنا بقى ده الصفرة بتاعتها والصفرة بتاعتها ما شاء الله اللهم بارك حاجة كده خطيرة. بجد بجد حلوة. عايز اقول لكو كمان ان في اخر الفيديو سايبلكو كل الصور بتاعت الشقة عشان اللي عايز ياخد افكار من الدكورات او الوان او شكل هو نفسه يعمله او شكل عايز ينفزه عنده في بيته هتتلاقو ان شاء الله في اخر الفيديو عشان في ناس كتيرة جدا بتطلب مني صور دي بتكون عايزة تشوفها. طبعا انتو شفتو شكل الصفرة كان عامل ازاي? وده البوفي بتاعها هو مدرني كده ما فيش فيه اي حاجة. طبعا هي دهناب اللون الابيض. آآ اللي هو هبصوا في في نوع الديهنات بيسموه بيسموه ابيض تلاجة اسمو كده ابيض تلاجة. بيكون فاتح جدا وفي نفس الوقت كمان بيكون فيه لمعة كده بسيطة. طبعا بقى. حطت عليه الدكورات اللي باللون الجلد. هنيجي بقى ليه آآ بصوا زي نظام كده ايه آآ بسيط او بسيط هي حطة فيه مش حطة فيه لغير الكنب دوت. وحطة فيه الترابيزة وزي ما انتم شايفين الطابلوهات وبتغير بقى في الكوشنز زي ما زي ما هي عايزة. لو تلاحظوا هنا حطت مع اللون الابيض آآ اللون السلفر وحطت الجلد. مرة تانية شالت الترابيزة وحطت ترابيزات تانية باللون الجلد ولكن الانتاري او ال او ال او الركنة هي هيها ولكن مع تغيير الكوشنز بس والالوان بتاعتها. انا عايزاكوا تاخدوا افكار يا حبيب قلبي تاخدوا افكار من الحاجات دي. وتبدأوا انه كنتوا تنفزوها وبفرح جدا جدا لما انتم بتقولولي احنا استفدنا من الكتير يا رودي واستفدنا آآ من الفيديوهات بتاعتك دي كتير لان احنا فعلا آآ بدأنا ان احنا ننفز ونطبق الحاجات دي عندنا في قلب بيتنا آآ ممكن مش بالزبط ولكن بنحاول ان احنا آآ نسعد يعني بنسعد نفسنا بحاجات شبيهة ليها او حاجات آآ زيها المهم ان احنا نكون مبسوطين آآ انا بجد بفرح بالحاجات دي وبتدوني اطلال اكتر ان انا نجيب لكم حاجات احسن لان ده يعني بيكون طلب كوينتو يعني فهمين اقصد ايه هنا كمان ده الريسيبشن عندها والريسيبشن عندها برضو عملاه باللون الابيض وهي الجلد هو اكتريته باللون الابيض ومدخل فيه اللون الجلد طبعا حتى الفرو آآ وحتى الديكورات او انتكاد على الطقم الانتري كده ولو تلاحظوا كمان الكوشنز بتاعها مدخل فيه اللون السلفر هي هنا مش مكترة الجلد حتى الجلد كل حاجة ولكن بحاجات بسيطة آآ ديه الترابيزة المفروض ان دي ترابيزة التقديم يعني حتى عليها البومبونيرة لو تلاحظي البومبونيرة دي كانت حطاها هي الاول على البوفيت في عادي ممكن اي دكور عندك تشيليه من هنا تحطيه هنا المهم ان انت زي ما انا ما قلتلك كنت تكوني مرتاحة في الرصة بتاعتك انت رصة ايه وحتى ايه فهمين قصدي بعد كده بقى نيجي الغرفة النوم بتاعتها عايز اقولكم ان هي تحسوها ناشاقة عروسة مش كده ولكن والله العظيم ما شاء الله عليها هي ام فعلا ما شاء الله ما شاء الله محافظة على بيتها التجديد والتغيير دايما مطلوب يعني بتغير وبتجدد كده فهمين قصدي طبعا ما بيجيش كل حاجة مرة واحدة يعني تقدري زي ما قلتلكم بتعمل كل حاجة في بيتكو بس مش كل واحدة او ما تستعجليش خد الموضوع واحدة واحدة وان شاء الله كل حاجة هتيجي معاك بامر الله هنا كانت بتوريكو الدكورات اللي عاملها في غرفة النوم طبعا هي هي الدكورات نفسها لونها ابيض ولكن بتغير في الفرو او الكوشنز يعني لو تلاحظوا كانت حطة دلوقتي المفارش كلها ابيض والكوشنز او سوري حطت الفرو وهو اللي باللون البينج هنا بقى فكرة تانية شالت اللحاف الابيض خالص ودخلت اللحاف باللون الابيض في استلبر وحطت معاه الكوشنز هو اللي باللون البينج واخدوا بالكو بقى من كمان الكمود اللي هناك ده هتلاقوا عليه فوزة اه ورد كده حطة فيها اللون البينج حاجة بسيطة كده فمن قصد لي حاجة لا تسكر معنى اصح يعني ولكن كله كله باللون الابيض هنجي بها للتويلت بتاعها التويلت بتاعها اللي ممكن يكون مظلوم شوية اه في التصوير يعني مش مش جاي كل التصوير بتاعه ولكن برضو هو بيجمع برضو ما بين اللون الابيض والسلبر اه وطبعا ده البنيو كابينا لو وصلت لحد هنا يا غالية ولسه احطتيش لايك ولسه مشتركتيش حط لايك واشتركي في القناة وانزلي تحت اكتبيلي رأيك في الفيديو هل استفدت منه هل الفيديو حلو بتاع النهاردة او مش حلو علشان اعرف رأيكو ايه واعرف انتو بتحبوا ايه تشكل الطويلت بتاعها طبعا هو بصو بسيط جدا هي مش مقفارة فيه ومش حطة فيه حاجة كتيرة طويلت عادي جدا جدا يا جماعة يعني يؤتبر زي بيوتنا بالزبط ما فيش فيه اي افتكاسات ولا فيه اي حاجة خالص فبعا من قصدي فازة وردو وحتى الشوار بتاع الايد والوحدة بتاعت طبعا كل حاجة للطويلت والبنيو مفيش مفيش حاجة يعني هو بسيط يعني انا شايف انه هو بسيط اه هنا بقى انا سبتلكو الصور كلها بتاعت الشقة طبعا الصفرة بالمطبخ بغرفة النوم بكل حاجة عشان زي ما قلتلكو اللي حابب انه هو ياخد منه اي فكرة او اي اه ديكور هو حابه اه يسفد منه ان شاء الله بس كده حباب قلبي لحد هنا من الفيديو اكون انا خلصت معاكم الفيديو وطبع الفيديو للاخر هتلاقي فيه اه كل الشقة عشان لو انت عايزة اي حاجة منها تكون موجودة معاك خلص فيديو النهاردة هربي كل الفيديو عجبكو واشوفكو الفيديو بكاية واسبكو فرعات الله وحفظه وايه مع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة